الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الأخوة والفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درج العلماء وعلماؤنا على شرح هذا الكتاب كتاب التوحيد مراراً وتكراراً ويحكى أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يشرح كتاب التوحيد فيختمه ثم يعود إليه مرة أخرى ويشرحه مرة أخرى هكذا إلى أن مات فلا يتوقف شرحه لهذا الكتاب كتاب التوحيد وكذلك العلماء من بعده كالشيخ العلام الفوزان حفظه الله تعالى وجميع مشايخنا كانوا لا يكتفون بشرح هذا الكتاب مرة واحدة ولا مرات عديدة وإنما كانوا يشرحونه إلى الممات لماذا؟ لأن هذا الكتاب يتكلم عن التوحيد والتوحيد هو حق الله تعالى على العبيد كما في حديث معاذ ابن جبل الذي سيأتي في هذا الباب أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً إلى آخر الحديث ولأن الأنبياء والمرسلين قبل ذلك كله عليهم الصلاة والسلام كان صلب وأساس وكل دعوتهم إلى التوحيد فهذا نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه إلى التوحيد تسعمائة وخمسون عاماً يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى ألف سنة إلا خمسين عاماً إلى موضوعٍ واحد وهو حق الله تعالى على عباده توحيد الله فلذلك لا يملَّ الإنسان ولا يضيق صدره من الكلام في التوحيد لأنه إذا ضاق صدرك من ذلك من الكلام في التوحيد فهذا مؤشرٌ خطير على فساد إيمانك لقول الله تعالى وإذا ذُكر الله وحده إشمأزَّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أين وقفنا؟ وقفنا وين؟ عند قول تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا قال المُصَنِّف وَقَوْلُهُ أي وقول الله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وهذه الآية من سورة النحل الآية ستة وتلاتين النحل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ من سورة النحل الآية ستة وتلاتين سورة النحل سورة الزاريات وما خلقت الجنة والإنس طيب قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معا بس آه تعالوا بجي قربوا قربوا شئ فقول الله تعالى ولقد بعثنا أي أرسلنا بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة الأمة تأتي في القرآن على أربعة معاني من يعرفه كلمة أمة جاءت في القرآن على أربعة معاني بعرفه منه المعنى الأول الرجل أو الإمام الذي يقتدى به في الخير والجامع للخير الدليل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إلى آخر الآية المعنى الثاني أيوة نعم الجماعة من الناس الدليل وكذلك جعلناكم أمة وسطا طيب دليل آخر دليل أوضح النعم لقد بعثنا في كل أمة رسولة أيوة أمين إنا وجدنا هذا أوضح دليل في هذه المسألة إنا وجدنا آباءنا على أمة ولكن أمة هناك بمعنى الملة الملة وهذا هو المعنى الثالث طيب المعنى الرابع الفترة من الزمن أيوة ها والدكر بعد أمة من سورة يوسف ومعنى والدكر بعد أمة أي تذكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن طيب ولقد بعثنا في كل أمة رسولة وهنا يقصد بها الجماعة والفئة والقبيلة والقوم من الناس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الآية شملت معنى لا إله إلا الله قال تعالى أن اعبدوا الله هذا إثبات واجتنبوا الطاغوت هذا نفي للعباد الباطلة عما سوى الله تبارك وتعالى من جميع الطواغيت والآلهة الباطلة والأنداد الباطلة من دون الله عز وجل ولذلك قال الشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله آل الشيخ وهو أول من شرح كتاب التوحيد أول من ألف مؤلف في شرح كتاب التوحيد وهو كتاب تيسير العزيز الحميد ثم جاء بعده عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وهو ابن عمي سليمان بن عبد الله آل الشيخ أولاد أعمام وكان سليمان بن عبد الله توفي قبل أن يكمل شرحه لكتاب التوحيد قبل أن يكمل كتابه تيسير العزيز الحميد فجاء بعده ابن عمه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فأخذ تيسير العزيز الحميد وهذبه وأكمله ثم أخرجه بما يسمى بفتح المجيد بشرح كتاب التوحيد فأي شرح لكتاب التوحيد لما تجده مكتوب في شرح قال الشارح من هو؟ سليمان بن عبد الله آل الشيخ لأنه أول من صنف كتابا مصنفا فيما نعلم في شرح كتاب التوحيد وإذا وجدت أيضا في الشروحات في الشروحات بعضهم يقول قال المصنف ولا يعني بالمصنف الشيخ محمد عبدالوهاب وإنما يعني بالمصنف أول من صنف شرحا مكتوبا وهو سليمان بن عبد الله ابن عبد الله آل الشيخ طيب قال سليمان ابن عبد الله آل الشيخ في كتاب تيسير العزيز الحميد عن هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوط قال هذه الآية هي أول واجب يجب على المكلفين معرفته هي أول واجب يجب على المكلفين معرفته أي آية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوط لماذا لأن الآية تُبين معنى لا إله إلا الله ولا شك أن أول واجب يجب على المكلفين معرفته هو لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله هي التوحيد ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تربية الأطفال وكيفية تربية الأبناء تربية صالحة على الكتاب والسنة وأن يكونوا صالحين قال الطفل أول ما يبدأ ينطق قال فإنه يجب على أبيه وأمه أن يلقناه لا إله إلا الله الآن بعلمه قول شنو قول كيخ قول يا باب قول يا ماما مش جدوك هكا فأول شيء ابن القيم قال يعلموشنا يا جماعة لا إله إلا الله فلذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله على الشيخ هذه الآية وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقود هي أول واجب أول واجب يجب على المكلفين معرفته هي هذه الآية السبب ما هو السبب يا عتباني لأنها اجتملت على معنى لا إله إلا الله وأين نجده أن يعبدوا الله لا الآية أن يعبدوا الله هذا إثبات واجتنبوا الطاقود أن يعبدوا الله معناها إلا الله واجتنبوا الطاقود معناها لا إله فمعنى الآية أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاقود لا إله إلا الله لكن جاي شنا يا جماعة أي جاي تقديم الأول وتأخير تقديم الثاني وتأخير الأول أن يعبدوا الله هذا إثبات واجتنبوا الطاقود قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عجيبا قال وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته القرآن كل طريقة يا جماعة في دعوة القرآن للتوحيد النفي والإثبات فيقرن القرآن بين النفي وبين الإثبات في دعوته إلى التوحيد في دعوة إلى التوحيد طيب قال وهذا هو حقيقة التوحيد إذا سئلت ما هو أو ما هي حقيقة التوحيد أن تقرن في دعوتك الناس إلى التوحيد بين النفي وبين الإثبات تأمر بالتوحيد وتنهاهم عن الشرك تأمرهم بعبادة الله وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله ولذلك الآن كثير من الدعاة الفشلة في الساحة الفشلة الذين يظنون أنهم سلفيين والسلفية منهم براء تجد الواحد منهم يكلم الناس في الإثبات وفي الإثبات كلاماً عاماً ولا يفصل هذا بالإثبات يقول التوحيد أمر جميل وأمر كبير جداً وأمر عظيم وهكذا 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 ولا يتكلم للناس عن الشرك الذي هو النفي نفي عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى لأنه في ظنه الباطل الفاسد وفي منهجه العاطل يظن أن الكلام في الشرك وتحذير المسلمين من الشرك ينفر منه الناس وينفر منه المال والمصالح ولذلك تجد دعوته باطلة وضائعة وليس فيها بركة قال ابن القيم رحمه الله وهذا هو حقيقة التوحيد واسمع إلى هذا الكلام القادم المهم جداً قال والنفي المحط ليس بتوحيد النفي المحط ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي أيضاً ليس بتوحيد فلابد أن تقرن بين النفي نفي الشرك وعبادة ما سوى الله تبارك وتعالى وبين إثبات العبادة لله تبارك وتعالى وهكذا في كل نصيحة تؤديها أنت في مسجد من المساجد أو كلمة في حلقة من الحلقات أو خطبة تتكلم عن التوحيد فلابد أن تقرن بين النفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد وهذه طريقة القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم قال ابن القيم فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات لا يكون توحيداً إلا إذا تضمن النفي والإثبات فإذا وجدنا داعية من الدعاة يثبت ولا ينفي أو ينفي ولا يثبت هذا ما دعا إلى التوحيد حتى لو سماه توحيداً فلا تعد دعوة إلى التوحيد لماذا؟ لأنه ليست العبر في مجرد الأسماء الخالية من المعاني الصحيحة والخالية من المنهج السليم الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام أجمعين في دعوتهم الناس إلى حق الله تعالى وإلى توحيده تبارك وتعالى فلا يكون التوحيد إلا متضمناً للنفي والإثبات قال ابن القيم وهذا حقيقة لا إله إلا الله ولذلك في هذه الآية أمر الله جميع الرسل وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأن يقرنوا في دعوتهم إلى التوحيد بين النفي والإثبات فقال تعالى في الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولة ماذا فعلوا هؤلاء الرسل أن يعبدوا الله هل سكت وإنما قال أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وهكذا كانت دعوة الرسل أقوامهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى يأمروهم بالتوحيد وينهون أقوامهم عن الشرك وعن عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى وأحيانا الواحد منا يجد أثناء ما يعظى الناس ويكلمهم في التوحيد يجد في نفسه وسوسة من الشيطان وهي من أعظم وساوس إبليس للدعاة فتبدأ تتكلم عن فضل التوحيد وأن التوحيد أمر جلل فيأتيك الشيطان ويلبس عليك ويثبتك أن لا تدعو الناس إلى أن لا تنهى الناس عن الشرك وأن لا تحذرهم من عبادة القبور وعبادة القباب والأضرحة وأن لا تخبرهم بتلك الشركيات الموجودة في المدايح إلى غير ذلك فهذا من الشيطان وهذا باب واسع من الشيطان يدخل منه على الدعاة فلابد للدعاة إلى التوحيد أن يكون على طريقة الرسل وطريقة الرسل في الدعوة إلى التوحيد أن يعبدوا الله هذا الإثبات واجتنبوا الطاغوت هذا النفي فلابد أن تنهاهم عن الشرك بجميع أنواعه وأشكاله وصوره وأسمائه وأن تدعوهم إلى التوحيد بصورة مفصلة مبينة وليس بصورة مجملة كما يبعل الحزبيون في خداعهم للناس واحدة الآن تقول لهم أنتم أنتم تتكلفوا في التوحيد الحزبين يقوم يجي واحد محتال يعمل درس من الحزبين ذاته لابز عمة قدر الضربة يجي قعد يقول لجماعة قالوا إحنا أم نتكلف في التوحيد والله التوحيد ده إحنا نموت فيه موت ذاته هما مات لسا ولا تكلم في التوحيد لا مات لا تكلم في التوحيد أنت لاحظ الحتة في الناس محتالين من الحزبين وهي اللي مات دي هما طالعين فيه وموضة جديدة لأنه سمعوا كلامنا كثير أنه يتكلم في التوحيد لا يتكلم في التوحيد لا دكتور فلان ولا علان ولا علان لكن لمن إدعصروا بيجي يقول لها قولنا إحنا أتكلف في التوحيد والله التوحيد دهما موت فيه مواز stood هما أتكلم و Warsتريعنا خلاص ولكن ما تكلم لسه ما تكلم لا حصلت؟ كونه يجي يقول والله التوحيد ده ونحن بندعو له وما بنخليه وخلاه أصلا ولحد الان ما رجع له لحد الكلمة دي ذاته بعد ما قال ما رجع له فانت أبقى فطم توحيد تتكلم فيه وعديل تقول إنه تتكلم عن علم الغيب بعد ذلك تجيب الشركيات الناس اللي قالوا بيعلموا الغيب تتكلم تبطل هذه العقايد دعاء غير الله سبحانه وتعالى تبطل هذه العقايد تجيب الشبهات وتبطل هذه الشبهات وتأمر الناس بدعاء الله وحده ثم بعد ذلك تنهاهم عن الشرك في الدعاء وشرك في غير الدعاء من العبادات وتفصل وتبين لهم عشان كده الشيخ محمد عبدالهاب ألف سبع وستين باب أو ستة وستين باب تقريبا في التوحيد لو كان الأمر يحتاج إلى إجمال ما تبصيل ما كان عملكم وستين باب ولا ما كده طيب أن يعبدوا الله واجتنبوا الطغوط والعبادة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أما معنى الطغوط لغة أيها الشرم نعم الإثبات ليس توحيدا فقط فلو في داعي قال للناس أعبد الله وكونوا مع الله يكون الله معكم وتمسكوا بحبل الله وعضوا بالنواجز على ذلك وبالله التوفيق فات ما دعي للتوحيد لأنه ده إثبات ما جاب شنا يا جماعة ما جاب النفي إنه ما يشرك بالله والباب ده كله بيتكلم عن الكلام ده حتى كده قال ليه حق الله على العباد يا معاذ أن يعبدوه وده الإثبات قال ولا يشرك به شيئا وده شنا يا جماعة ده النفي طيب أن يعبدو الله واجتنبوا الطغوط الطغوط لغة من مادة طغى من مادة طغى وطغى أي تجاوز الحد فالطغيان مجاوزة الحد الطغوط لغة من مادة طغى وطغى يعني تجاوز الحد والطغيان مجاوزة الحد قال تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية في قصة نوح عليه الصلاة والسلام فطغى الماء أي تجاوز حده والطغوط في الاصطلاح الشرعي هو كل ما عبد من دون الله وهو راض بعض العلماء قالوا الطغوط كل ما عبد من دون الله فأضاف إليها الإمام مالك وهو راض ليخرج بذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى من عبد من دون الله وهو غير راض مثل من عيسى عليه السلام والأنبياء والملائكة الذين عبدوا من دون الله والصالحين والأولياء الذين ما أمروا الناس بعبادة أنفسهم ثم ماتوا فعبدهم أقوامهم من بعضهم كعبد القادر الجيلاني والجنيد وغير أولئك من الأئمة والمشايخ والعلماء كما زكاهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهؤلاء لم يكونوا مشركين بالقادر الجيلاني والجنيد لم يكونوا مشركين ولم يكونوا على عقيدة باطلة فاسدة شركية كعقائد الطرق الصوفية اليوم أبدا بل قال ابن تيمي عليه رحمة الله مثل عبد القادر الجيلاني والجنيد فإنهما كانا من أعظم مشايخ زمانهم تعظيماً للأمر والنهي الشرعيين من أعظم مشايخ أهل زمانهم تعظيماً لأمر الله ونهي الله ونهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم عبد القادر الجيلاني والجنيد وغيرهم لذلك الصوفية اليوم لا مستمسك لهم بهؤلاء المشايخ وهؤلاء الأئمة فإن هؤلاء المشايخ والأئمة دعوا إلى توحيد الله ونهوا عن الشرك في عبادة الله ودعوا إلى التمسك بالكتاب والسنة بل كانوا من أعظم الناس تمسكاً بالكتاب والسنة أما الصوفية اليوم هم أعظم الناس على الإطلاق في بلادنا هذه بعداً عن الكتاب والسنة ودعوة إلى الشرك والكفر وإلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى والتواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة كما قال السلف الصالح رضاً الله عليهم رؤوسهم كم؟ خمسة مين يذكرهم؟ إبليس طيب إبليس أيها من عبد من دون الله هو راضي كذا اتنين من ادعى شيئاً من علم الغيب كذا ثلاثة من دعى الناس إلى عبادة نفسه كذا أربعة الخامس من لم يحكم بما أنزل الله أيضاً طاغوت لكن هل معنى هذا أن من لم يحكم بما أنزل الله كافر كفراً أكبر هو طاغوت وهذه من أعظم شبهات السرورية محمد عبد الكريم دول حي يوسف وهلماً جرة قال السلف الطواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة فهم كثيرون الطواغيط ليسوا بخمسة فقط ولكن الخمسة هؤلاء هم الرؤوس منهم الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت برم الرؤوس الطواغيط هل يعني هذا أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر الكفر الأكبر نريد جواباً علمياً لا لا هذا ما ينفع جواب علمي نعم الجواب صحيح كفر دون كفر لكن هذا ليه تفصيل ليه سمي طاغوت طيب لماذا سمي طاغوتاً طالما أنه كافر الكفر الأصغر إلا أن يكون مستحلاً أو جاحداً أو مفضلاً لحكم الله أو مساوياً حكمه بحكم الله في هذه الحالات الأربع يكفر الكفر الأكبر لكن إذا حكم بغير حكم الله عز وجل لا مستحلاً ولا جاحداً ولا مفضلاً ولا مساوياً فإنه كافر الكفر الأصغر كفر دون كفر لكن يسمى طاغوت فكيف يكون طاغوتاً ولا يكون كافراً هذا هو السؤال كيف يكون طاغوتاً ولا يكون كافراً نعم نعم فتح الله عليك سمي طاغوتاً لمجاوزته للحد وسماه السلف الصالح أيضاً طاغوت ولكن هؤلاء السلف أنفسه لم يكفره كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والآيات بعدها من سورة المائدة قال كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم وقال الإمام أحمد ليس كفراً ينقل عن الملة كما في سؤالات ابن هاني سئل الإمام أحمد ما هذا الكفر الذي في هذه الآية قال ليس كفراً ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض وعليه إجماع أهل السنة والجماعة قاطبة سلفاً وخلفاً من عصر الصحابة إلى يومنا هذا والسبب الثاني سمت الشريعة أشياء بالطاغوت ولم تكن هذه الأشياء كافرةً الكفر الأكبر كما ذكر القرطب في تفسيره وذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى في مجموع الفتاوى أن كلمة طاغوت قد تطلق على الدرهم وعلى الدينار كما تطلق على الشخص الذي يستعقه فهي لا تطلق فقط على الكافر الكفر الأكبر كما نقل القرطب في تفسيره تقريباً في تفسير هذه الآية أن يعبدوا الله واتنبوا الطاغوت ونقل ابن تيمية أيضاً في مجموع الفتاوى وأيضاً من ادعى شيئاً من علم الغيب فهو طاغوت وهذا كثير عند الصوفية الآن يدعون علم الغيب فكل من ادعى علم الغيب هو طاغوت من الطاغوت لكن هل هو كافر الكفر الأكبر أم كفر دون كفر من ادعى شيئاً من علم الغيب هل هو كافر الكفر الأكبر أم كفر دون كفر الكفر الأكبر من ادعى شيئا من علم الغيب هو كافر الكفر الأكبر وما الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين من ادعى شيئا من علم الغيب الفرق أن ادعاء علم الغيب كفر أكبر في أصله كفر أكبر أما الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولكنه كفر دون كفر ولذلك يحتاج الحاكم بغير ما أنزل الله ليكفر الكفر الأكبر إلى أن يستحل ليكون كافرا الكفر الأكبر أو يجحد إلى غير ذلك أما من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر الكفر الأكبر حاله كحال من سجد للصنم أو للقبة أو من استغاث بغير الله ودعى غير الله دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والسجود للصنم والسجود للحي أو للميت السجود لغير الله عز وجل هذه الأمور في أصلها وبذاتها مكفرة الكفر الأكبر أما الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر ولا يتحول إلى الكفر الأكبر إلا إذا استحلوا أو جحد حكم الله أو ساوى حكمه بحكم الله أو فضل حكمه على حكم الله تبارك وتعالى ففرق بين هذه المسألة وتلك المسائل وبينت الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوض منهاج الرسل الأنبياء في الدعوة إلى الله وأن سبيل الرسل والأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد إلى التوحيد فلذلك كل جماعة أو طائفة أو حزب وكل داعي أو شيخ أو عالم سمه ما شئته لا يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك فإن دعوته باطلة وليس هو على سبيل الأنبياء والمرسلين والآن الجماعات الموجودة في الساحة والأحزاب التي لا تدعو إلى التوحيد ولا تنع عن الشرك دعوتها باطلة فهناك أحزاب كل دعوتها إلى الخلافة ولا تدعو إلى التوحيد ولا تنع عن الشرك فإي باطلة وهناك جماعات وفرق تدعو إلى فضائل الأعمال ولا يتكلمون في التوحيد ولا ينهون الناس عن الشرك وإذا تكلموا في التوحيد فإنهم يتكلموا فقط في جانب من الربوبية فهؤلاء دعوتهم باطلة كجماعة الدعوة والتبليغ دعوتهم باطلة وليست هي دعوة الأنبياء وليست هي دعوة الرسل أبدا دعوة الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا طاوة دعوة الإخوان المسلمين وأجنحتهم وطائفهم كالسرورية وغيرهم يدعون الناس إلى السياسة وإلى الخرود على الحكام وإلى تكفير الحكام إلى هذه الثلاثة فقط وكل هذه الثلاثة ليتحصلوا بها على الدنيا ويجلسوا بها على كراسي الملك والسلطة والحكم فهؤلاء جميعا دعوتهم باطلة خالفت دعوة الأنبياء والرسل ما هي دعوة الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوة ولاحظ إلى الآية في كل أمة رسولا أي أن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولم يستثني رسولا ولا نبيا من أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوة كل الرسول وكل الأنبياء دعوتهم واحدة في أصلها واحدة وفي أساسها وهي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوة ومن دعا إلى الإثبات فقط فقد ضل ومن دعا إلى النفي فقط فقد ضل فلابد أن يقرن في دعوته الناس بين دعوتهم إلى التوحيد وناهيهم عن الشرك فهذا والطريق وضح الآن هذا وطريق الأنبياء والرسول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال المصنف وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهم وبالوالدين إحسانا الآية وهي من صورة الإسراء الآية ثلاثة وعشرين قضى قال السلف الصالح أي أمر وقال بعضهم وصا فأمر الله عز وجل ووصانا الرب تبارك وتعالى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وفي قوله ربك تذكير بالربوبية ربك وقضى ربك قضى ربك ماذا ألا تعبدوا إلا إياه فالآية فيها دعوة إلى توحيد الربوبية وقضى ربك ربك وفيها وفيها ثانيا دعوة إلى توحيد الألوهية ألا تعبدوا إلا إياه وفيها وفيها ثالثا أن الدعوة إلى الألوهية فيها النفي وفيها الإثبات ألا تعبدوا نفي إلا إياه إثبات وفيها رابعا التنويع في أسلوب الدعوة وأسلوب الخطاب في دعوتك إلى التوحيد ففي الآية الأولى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله جاء الإثبات أولا واجتنبوا الطغوط جاء النفي ثانيا وفي هذه الآية ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا جاء النفي معكوسا كما في الآية الأولى جاء النفي أولا وجاء الإثبات ثانيا إلا إياه فأحيانا تنهى الناس عن الشرك أولا ثم تدعوهم إلى التوحيد ثانيا وأحيانا تدعوهم إلى حق إلى التوحيد أولا ثم تنههم عن الشرك ثانيا وهذا بحسب حال المدعوين مشيت مسجد ما بيدوروا الكلام في الشرك أبدلهم الكلام في التوحيد الله خالق وعظمة الله سبحانه وتعالى واستمسكوا بصراط الله المستقيم تكلم لهم في هذا الأمر بعد ذلك أنهم عن الشرك الواقعين فيه وأحيانا تعكسها طيب فهنا قال الله تعالى وقضى ربك وهناك فائدة عظيمة من هذه الآية وهي في دعوتك الناس إلى توحيد الألوهية الذي فيه النزاع وفيه الخصومة كما قال سلفنا الصالح أحيانا ذكرهم بالربوبية أولا كما في هذه الآية وقضى ربك هذه الربوبية ألا تعبدوا إلا إياه هذه ألوهية وكما في قوله تعالى من صورة البقرة يا أيها الناس عبدوا ربكم ألوهية الذي خلقكم ربوبية والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشة ربوبية والسماء بناء ربوبية أكمل الآية وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ألوهية ولذلك قال العلامة الفوزان حبثه الله تعالى فتوحيد الربوبية دليل وبرهان على توحيد الألوهية توحيد الربوبية دليل وبرهان على توحيد الألوهية فتذكر الناس بخلق الله عز وجل لهم ورزق الله تبارك وتعالى إياهم وحفظه لهم وهذه الأمور من الربوبية فيستجيب معظم الخلق فتقول لهم هذا الذي خلق والذي رزق والذي حفظ والذي ملك والذي تصرف في الكون وقد أقررتم جميعا بذلك هو المستحق للعبادة فلا تدعو إلا إياه ولا تدعو الموت وتستغيث به ولا تستغيث بالأولياء ولا بالصالحين وهكذا وهكذا تقود إلى الألوهية وكما في صورة النحل في صدر صورة النحل بدأ الله عز وجل بالتذكير به الربوبية والنعم التي جعلها الرب تبارك وتعالى لعباده وأنعم بها تبارك وتعالى على عباده ثم بعد ذلك أمرهم به الألوهية وبحقه في إفراد العبادة به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فهذا من أجمل ومن أعظم أساليب الداعية إلى توحيد الله تبارك وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا هذا نفي مقاب نفي يساوي لا إله في قولك لا إله إلا الله أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ هذا إثبات إِلَّا إِيَّاهُ يساوي إِلَّا الله في قولك لا إله إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيام في هذه الآية أسلوب الحصر ويسمى القصر والاختصاص بل فيها أقوى أسلوب من أساليب الحصر وهو الحصر الذي يكون بأداتي النفي والإثبات وقضى ربك ألا لا تعبدوا فلا نافية وقد أفادت النهي هي نافية وأفادت بمعنى النهي لا تعبدوا إلا إياه لا نافية ولكنها بمعنى النهي فنهان الله وحرم الله علينا ألا نعبد أحدا إلا إياه فلا نافية وإلا إياه إلا أداته استثناء فالحصر بهذين الأداتين النفي والإثناء من أعظم أنواع الحصر فحصر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العبادة به وله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وحده لا شريك له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا والعبادات منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن فكما أن الإنسان في عباداته الظاهرة لا يصلي والصلاة عبادة ظاهرة ولا باطنة ظاهرة لا يصلي إلا لله فكذلك لا يتوكل والتوكل عبادة ظاهرة ولا باطنة باطنة فكما أنه في عبادته الظاهرة كالصلاة لا يصرف إلا لله كذلك في عباداته الباطنة كالتوكل والرغبة والرجاء والإنابة والخوف والخشوع إلى غير ذلك من العبادات الباطنة لا يجد صرفها إلا لله تبارك وتعالى ففي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي أن لا تعبدوا في العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة إلا إياه إلا الله سبحانه وتعالى وقال مجاهد رحمه الله وتعالى هو مجاهد بن جبر قضى يعني وصى وكذا قرأ بيء بن كعب وابن مسعود وابن عباس وقال ابن عباس يعني أمر وقال حمد بن عتيق رحمه الله وتعالى أن لا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله هكذا يقول العلام الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله فإن قوله أن لا تعبدوا هو معنى لا إله وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله وهذا ما ذكرنا ثم قال تعالى وبالوالدين إحساناً ومعنى هذا وبالوالدين إحساناً أي أن تحسنوا إلى والديكم إحساناً ولم يصف الله عز وجل نوعاً معين من الإحسان وإنما قال تعالى وبالوالدين إحساناً قال العلماء جعله إحساناً ليكون عاماً لجميع أنواع الإحسان فتحسن إلى والديك بالإحسان القولي والفعلي وبكل أنواع الإحسان الدين والدنيا ولذلك قال تعالى وبالوالدين إحساناً وكثيراً ما يقرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى والسبب في ذلك ما قال العلماء لعظم حق الوالدين عند الله عز وجل وفي دين الإسلام ومن الآيات التي يقرن الله سبحانه وتعالى فيها حقه بحق الوالدين قوله تعالى في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً إلى غيرها من الآيات فهذا يدل على عظم حق الوالدين على الإبن وعلى المسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي الذنب أعظم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وأيضاً قرأ قرن بين أعظم ذنب هو الشرك بالله عز وجل وبين عقوق الوالدين دلالة على عظم حق الوالدين